اشتركوا في القناة كثير مهمة لانه يعني منتجات نبيل طبعا اول شي حلال 100% ثاني شغلة معقمة نظيفة هسب ايزو وبالتالي منتج شاورمة الدجاج اللي منجيبه احنا او منستخدمه هو نظيف 100% في عنا الكيترينج سايز بيجي بشكل رول رح نفتحه الان ونشفى كيف من جوا وهذا طبعا الشاورمة العادية هي نفس الدجاج في عنا شاورمة دجاج وشاورمة لحنا طبعا احنا في محلاتنا بشارع عبدالله غوشي معرض نبيل هاي الكيترينج سايز تيجي كيلو عبوة كيلو وعننا كمان البكيت بيجي 400 جرام ففجركم بس نفتحها طبعا شوفوا كيف بس نفتح عبارة عن قطع من الشاورمة خلوني بس احطوا اللوح التقطيع الاحمر انا باعتذر منكم بس خلينا مباشرة نغير الكفوف نغير الكفوف ونحط اللوح التقطيع الاحمر كون احنا سنشتغل بالدجاج شوفوا الشاورمة عبارة عن قطع شوفوا كيف قطع شرائح من الصدر الصافي 100% لا في جلد ولا في اي شيء شاورمة صافي 100% اوكي هاي الشاورمة وضعناها في كاسرول شوفوا كيف امتبلة وجاهزة انتم مش بحاجة لتعملوا اي شيء فيها مباشرة ذوبوها ممكن نشويها بالقلاي نعملها مع الخبز مع شوية مثومة او طحنية وانا طبعا سويتها كثير بهالموضوع بس انا اليوم رأعملكم بطريقة مختلفة شوي فرن بيكم سخن على حرارة 180 كيف بدا اطلقها للشاورمة طريقتين الطريقة الاولى قالي سطحي في زيت ساخن جدا على دفعات راح اقلت شوي الان امامكم انا وطريقة الثانية انا بسويها الان بالكاسرول راح اضيف عليها بس اول شيء خلونا نشوف مقاديرها حتى اتبعوا معنا ونشتغلها صح اذا اعزائي نشوف مقادير شاورمة الدجاج من نبيل نبيل بكل وقت ولا اي وقت ولا يهمكم شاورمة الدجاج من نبيل بالكاسرول عبوة من شاورمة الدجاج من نبيل وكوب فلفل ملون مقطع واكيد بدنا بصلي هون نو نيد لاي اضافات لا بدي ملح لا فلفل لا عصير ليمون ولا اي شيء مباشرة من دوب ونشوي بالمقلاء او بالفرن على طول فما بدنا نضيف لا شيء هون اوكي ممتاز شفنا الوصفة راح اضيف هل فلفل شوفوا كيفها فلفل حمرة فلفل خضرة فلفل فلفل صفرة شوي بصل شرحات هيك عليها نحكي مساء الخير لأختنا ام عبدالله الله يمسيكي بالخير ام عبدالله ام عبدالله ام عبدالله رمضان كريم الله اكرم يا حي الله كيفك اهلا وسهلا شكرا على الطبخات الحلوة لتعمل المياهة يا هلا يا اختم عبدالله يا حي الله فيكي بس حبيت استفسر الجاج لما احتسوا على المتخل بسر نسلقه شوفي ام عبدالله يا خيتي ريحي حالك لا تسلقي ولا شيء والله غيرسوا معك والله غيرسوا معك زي الزبدة بس اندي قوي قلبك حطي الجاج والبصل بها الصينية وغطيه ودبيعها الفرن على نار هادي وتركيه ساعتين زمان واعطيني عنوان بيتك انا بدا اجي عندك على البيت واتفعل كل تكاليف للطبخة عمسؤوليتي اهلا وسهلا الله هايلك يا عبدالله خيتي تتبقيها وتكري على الله جربها الطريقة الجيدي بتجنن نسلق الجاج رابي كيف احنا دائما يعني نسلق الجاج عشان بنخاف انه ما يستوي لا 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 عمسؤوليتي شفت كيف قدامك بسه بذوب بذوب بس خليه مكتوب منيح واتكي على خيتي لانو الطعم الجاج تكون اسكى عمليتي السلق بتروح الخواص كلها بعان المي اوكي اوكي تحياتي يلا قولي يا رب اوكي هون الشورمة عندي جاهزة البسكفوب ثانين من ارزيه فرن بيكو على حرارة مية وثمانين بدي اضيفها لمدة تقريبا من خمس واربعين دقيقة الى الساعة ممكن كمان تاخذ معي اكثر من ساعة واضحة الامور خلونا نروح نفتح الفرن وطبعا انا محضركم صنية ثانية وامجهزها وبنفس الوقت كوني الفرن فتح راح اضيف شوي من هالزيت النباتي وابدأ بدأ ملكم صح الحمص بنصه شوية شورمة من النبي هاي الزيت عندي ملع اوكي وهاي الشورمة عندي هون ذايبة وجاهزة وبنقول يا الله مباشرة خلوه يستوي يتحمر واحنا نروح على هالفرن خلونا ندخل هالصينية ونجيب صنية ثانية بسم الله اوكي خلونا بس نشيل اللوح تقطيع نقسل ادينا نلبس كفوف ثانين دائما ننتبه زي ما دائما بحكيها انا هاي نقسل ادينا ونقمهم هاي عندي هون الجاج بلش يستوي اموره روعة هسا بنقدمه مع شوية حمص والله الواحد اشتاقد الحمص في رمضان حمص طيب ممكن نرفع النار شوي هب بيكو عيام نشتغل عليه سهل التنظيف وروعة واقتصادي وكويس اوكي نروح نجيب الصينية هاي صينية الشورمة بالكاسرول طريقة جديدة ممكن كنتشوفوها بعد ما شويناها ممكن ناكلها مباشرة وكمان زي ما حكيتلكم ممكن الشورمة انه نلفها بالساندوشات بعد ما انا اعمالها هيك بعد ما اشويها بشواء سطحي وزي ما قلتلكم ما بدنا نضيف عليها اي شيء لا ملح لا ليمون لا فلفل امورها جازة هيك هي روعة خلونا نقدم الشورمة كمان ونقدم معه الحمص نجيب الجاط ونروح على التلاجة نجيب الحمص طبعا بيمجهزوا انا اذا اليوم عملنا بدنا نسوي لكم شورمة الدجاج منا بي على طريقتين هاينا عم نشوي فيه اي شيء روعة هسا بعد شوي بنحركه ونجهز اموره وراح عملكم كمان اليوم طبق حلو لهو حلو اللوز واكيد رحيني نقدمي لكم اياه مع ماء الورد لانه فيه صفار بيض وماء الورد هو طبعا حلو اه اصله من المغرب لكنه كثير بسيط وسهل يعني واشي لا يذكر ولكن بالاخر بالمحصلة هتقدمي حلو اشي اشي روعة يا ست البيت ولا اسهل منه اوكي هون بدنا نستمر نستمر بتحريك الدجاج حتى ينشف عنا اذا حمص مع الشورمة مي ما اشتكشت الحمص بالشورمة برمضان اوكي بسم الله عملنا صح الحمص مع شورمة نبيل يعني اشي روعة بس نستنى حتى ينضج عندي الشورمة هاي بدت تنضج عندي والان هتشوف كيف صابلونها وعملنا الشورمة كمان بالكاسرول او بالصينية اشي روعة خلونا الان نبدأ نزين هالطبق شوية من البقدونس شوفوا هالاكلة الاحلوة هاي في رمضان شورمة نبيل مع شوية حمصيك يعني اشي اشي روعة